جيوب حمزة جيوب حمزة حمزة البلومي كل نهار حد من نصف النهار للماضي ساعتين جيوب حمزة أهلا وسهلا بالجميع شكرا على وفائكم الموزايك الموعد متجدد كما كل نهار حد من نصف النهار حتى الماضي ساعتين مع ضيف في حوار بالكبير موعد اليوم ترفقني فيه كي العادة ملك جلاصي في الاعداد هيثم الشريف اليوم في الاخراج الرقمي صالح الشرقي في الاخراج وبعد شوية وسامة الشوالي في الكواليس أما ضيفي فأنه يذكر في واحد من الكتب متيعه بمقولة لفيلسوف معروف أو بشو نقول لكم عليه إذا ما تعرفش روحك منين جاي فأنه صعيب أنك تعرف لو ينمش هكا يقول الفيلسوف والمناظر السياسي أنتونيو جرامشي كما يستشهد به ضيفي في مذكراته وكيف تعرف منين جاي وتكتشف أنك جاي من تجربة صعيبة أشنوها تعمل؟ يزيد يكتب ضيفي في كتاب آخر؟ هل تقضي بقية العمر في اجترار الحكم على نفسك بالفشل؟ طبعا لا لأن تونس لن تتمكن من بناء أي انطلاق جديد من خارج تجربتها بإنجازاتها العظيمة وإخفاقاتها المدوية قبل الثورة وبعدها ضيفي يعترف أن التجربة اللي يشارك فيها بعد الثورة مع تأسيس نيدا تونس كانت تجربة استثنائية خليت لي أول مرة في تاريخ الدول العربية حزب مدني نيدا تونس يربح حزب ديني بين ذفرين حركة النهضة لكن من بعد كل شيء تلخبط يقول ضيفي لحكمنا كما يلزم لطبقنا برامجنا الانتخابية اللي تعملت لغيرنا من حيات الناس حتى شيء ما تعمل من هذه الناحية في كتاباته وخاصة مذكراته يرجع مطولا على ما حصل في تونس ما بعد الثورة ويرجع للي يعتبروا أسباب فشل السياسيين ما بعد الثورة لكن بخلاف التشخيص حبيت معاه اليوم نرجع لمجال اختصاصه الأول المجال التنموي هو اللي يخدم سنوات طويلة على برامج التنمية في عدد من الدول العربية والافريقية كيفش يرى وضعنا اليوم؟ وهل ما زالت الإجراءات الصادمة السبعة اللي كتب عليها في كتابه جمع المبعثر؟ هل ما زالت ضرورية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية؟ على جملة هذه الملفات ومواضيع أخرى سعيد باستقبال الناشط السياسي السابق ربما؟ والخبير التنموي أحد مؤسسي حركة نيدة تونس سيبو جمع رميلي مرحب بيك سيبو جمع يعطيك صحة وبرك الله فيك أهلا وسهلا مرحبا بك بيننا بجمع رميلي عنده جملة من الإصدارات منها هذا الكتاب جمع المبعثر مساهمة في حل المسألة السياسية في الديوان للنشر وعنده خاصة هذه المذكرات اللي يكتبها على مسيرته منذ الطفولة إلى الأعوام الأخيرة تغيق ساد كما لنفلوف آن ترانكيل في دار نيرفانا للنشر بعد شوية بشنخ ورايك زادة في الجدل الذي لا يتوقف بجمع رميلي في علاقة بطلبات الفيزا البداية إذن معاك سيبو جمع رميلي بجمع رميلي ما يعرفوش برشا ناس أنوك بخلاف مسيرتك السياسية اللي هزدتك من الحزب الشيوعي التونسي إلى التجديد والمسار وصولا لنيدى تونس ثم تونس أولا فأنت مسؤول على مكتب دراسات دولي مختص في ملفات التنمية خدمت على برامج تنموية لأكثر من بلاد قد من هذا الجانب من حياتك ونشاطك اللي ما نعرفوهش بجمع رميلي يعطيك الصحة بارك الله فيك هو تكوين العلمي والأكاديمي في هذا الاتجاه في الاقتصاد والحصائيات والسياسات ما يسمى بالسياسات العمومية البوليتيك بوبليك وبالتالي مهنيا أولا نسعه ودستيقنا ودلكوباليين متع الضوء اشتغلت بها سنوات وبعد أخرجت في ظروف خاصة نجب نحكيو عليه ومن بعد مشيت إلى ما كانت وسمعه ولا تزال المندوبية العامة للتنمية الجهوية هذا يتعمل مباشراتنا بعد حتى قفصة عام ثمانين عمل كأداة لتلافي النواقس الكبيرة في التنمية التونسية في المجال الجهوي ونحن نعرف هالمجال هذي قداش قعد تونس تعاني منه وربما ربما ربما هو من أسباب اندلاع ثورة 2010-2011 هذه مسألة التنمية الجهوية وبالتالي نجب نقول أن المسألة التنمية ليس غريبة عليها أنا أنا تعاملت معها وجربتها ومارستها وعيشتها وخدمتها وعندي فيها تجربة تونسية وتجربة خارج تونس وهي طبعا ليس سهلة ليس بسيطة ليس بسيطة لأنه لا يكفي أنك تعرف القوانين الاقتصادية وتطورات وما إلى ذلك من الفكر العلمي يقول وإحنا ولكن لابد أن تكون متفاهما للوضع السياسي القائم للوضع الاجتماعي الوضع البيئي اللي توا كبر ولا توا على شأن كبير ياسر لما يسمى نسميه احنا بلغتكم أنتم صحافين أجيوس يعني جيرينك وعلمينه على اليسار واللي على شمالك وعلى جنوبك ووضعك أنت فيها لبر في العالم هذا تعرف أنت مثلا اقتصاد تونس قداش يوزن في الاقتصاد العالمي 0.4 في الألف يعني سلوى في مهاب الريح يعني يعني احنا اقتصادنا نجم نقوله محكوم عليه باش يلقى حلول باش يتأكلم من الجمش هو يأثر من الجمش موش اقتصاد الصين ولا فرنسا ولا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي اللي يأثر في سير اقتصاد الدول العام احنا وهو سائل في العالم هو مثلا تأخذ الاتحاد الأوروبي ولا غيره الناس تتلم وتتكاتف بعضها جيهويا احنا هالشيء هذا ما تمش لا في الاتحاد المغاربي لا في الدولة العربية لا مع أفريقيا وبالتالي بقى الدولات بقى الدولات وموضوحها يصعب برشة والدولات تشتعلم كتبقى الدولات تحاول باش تلقى منفذ ما بين الكبارات وانت تعدى وانتسلك روحها بساعة تضرب بلاس بلاس لك يلزم اما على كل حد باش تحضر لمسلحات اذا كان عندها اذا كان سياسي متاعهم عندهم روح وطنية بساعة تحضر وتغيب وعليش انا اخترت انو نبدأ من هنا الساعة معاك بوجمع الرميل لانو سنتحدث كثير انا بش ناخذ تجربتك السياسية وبش ناخذ مراجعاتك وبش ناخذ قراءتك اللي عملتها لسنوات ما بعد الثور هذي الكل جاين ولكن الحقيقة الحقيقة مش هذا الاساس اساس بنسبة لي من خلال هذا الحوار حبيت نغوصه معاك اكثر في الجوانب التنموية في الجوانب الاقتصادية فيما تتحدث عليه في علاقة بتونس وهنا رجعين له بعد شوية في كل هذا ولكن البداية بش تكون اكيد بوجمع الرميل مع نيدا تونس نيدا تونس الحزب الوحيد اللي كنت فيه ووصل للسلطة فكنت دائما مساهم في بناء برامج الحزب لكن انت تسل في كتابك جمع المباثر في صفحة 121 وتقول لماذا لم تنجح تجربة نيدا تونس لماذا لم تنجح هذه التجربة شنو اللي يقول عليها بوجمع الرميلي حوارنا بالكبير متواصل معظيف في جمعة هذه الوستاذ بوجمع الرميلي القيادية السابق في نيدا تونس صاحب المسيرة السياسية الطويلة في اكثر من حزب ولكن زاد الخبير التنموي وعلى هذا مش نحكي وبارشة تفاصيل بعد شوية مش جديد مرحب بيك سيبو جمعة كما كنا نقول وفم بارشة ناس اللي بشيقول لك سيعة بربي سمحني وما كتعرف انت طوى النقد الموجود هذا الكل يقول لك يخي طوى بربي سيبو جمعة موعدة مدة طويلة مع نيدا تونس ونيدا تونس منا نعرف النتيجة متاعه ويخي هالأساذ هذوما الساعة هما راجعوا رواحهم وراجعوا شنو وعملوا والفشل متاعهم ولما راجعوش دار انتي سؤال تجاوب عليه قول لماذا في كتابك كتابك جمع المبعثر هذا الكتاب صفحة 121 تكتب لماذا لم تنجح تجربة نيدا تونس رغم تمكنه من سياغة برنامج انتخاب سنة 2014 ساهم فيه ثلة من خيرة الخبراء الحقيقيين ذوي الكفاءة العلمية العالية والتجربة الميدانية لكن لم يكن لذلك البرنامج أي أثر تطبيقي ولم يمنع من الحكم بالفشل على تجربة الحكم هاو شنجيك اذن لماذا لم ينجح نيدا تونس يبو جمعة ما قول يقبل الساعة لماذا لم يطبق هذا الحزب حتى شيء من البرنامج اللي وعد بيه توانس لماذا هو على فكرة البرنامج هذاك اللي عملوه برشا خبراء وخارق العدد مقرأ حتى حد من يدي تنصله أيوة مقرأوش مقرأوش كريمو كتاب 250 صفحة شكومش يقراه وفيها برشا مساهمات قيمة وناس وقتها المشكلة الانتخابات والنهضة وما دراك ما نحف ما لك هو يعني ونقولوا ليجي المهم نربحه ما هكا نوعا الماء المهم نربحه وكيف نربح توانتبقه مم أنا بش حكي لك حكاية صارت لي فكرة العادة ذاك بالذات قبل كنا باتصال بأطراف ألمانية من جماعة سيديو وميركل إلى آخره وآيدن أووير وكل الجامعية هذيك وستدعونا عندهم مؤتمر في ألمانيا نعم مشينا حضرنا وقبلنا بميركل فرحة بينا إلى آخره وهما عندهم جماعة اختصاصيين خبراء في الانتخابات نعم قالوا ايجي طرعوا نحكيوا معكم مش عاملين في الانتخابات حكينا أنا وقته في الريس الانتخابية قلنا لما رأوا معنا تحليل سياسية وأرقام ميدانية تفيدوا أنوا يشتربوا نعم لكن الجماعة عندنا قالوا ما كونش يشتربوا خطرة وإحنا بيدنا زادها نعرفه معاي ثم واحد في الاجتماع ساكت ما تكلمش وفي الاجتماع لك الخلافة ذاك مشيت بعد قللش بيك ساكت انتي ما عندكش راي في الموضوع قالوا لا عندي رأي قللشو راي قال لي بيشتربوا انتي خبين قلت لاش مكلمش قال لي خاطر نعرفكم مش تربحوا انتي خبين مش تخص وسياسيا ما بعد على خطر هالتجارب هذي بكلها كثير ثورات ما عندهش حتى قيادات مسبقة تطلع فوع يربح حزب وبعد ما هو جاهز وحتى شي لا بالشكل ولا بالمضمون ولا بالرؤية بعد يشد 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 وبعد يتيح هذك اللي صرنا من بعد يعني هذيك ثورة صارت من غير تهي هذك أنا عندي في الكتاب المكتوب الفرنسوي مقارنها ما بين زوز لحظات كبار في تاريخ التونس 56 و2011 شبيه 56 نجح و2011 لا 56 عنده أنا رجعله هذ رجعله لماذا سنوات الاستقلال وبرجي بنجح وسنوات ما بعد الثورة ما صارتش باه لماذا لم تنجح تجربة نيدا تونس ما بعد الثورة ما فيه شي كان نيدا تونس جاوبنا عليهم بعض فيه ثورة وفيه برشا ناس أما تجربة نيدا تونس حزب الوحيد في العالم العربي اللي نجح في أنه ينتصر على حزب إسلام السياسي في الانتخابات دور لي ما يشغال تسيبوا جمع أبه طوى عمل هذائي عليش فشل هذا الحزب عليش تخلي في حيت من بعد والله كأنه هو أكل الصاروخ بطابقين إن فزي أدوز إتاج شعل الإتاج لولاني إطلع من تعال انتخابات من بعد ما عادش عندو سوفيزا مودو قاس فقاللومي لدوزي فزي معناها ما عادوش ما يكفي من الطاقة إشعال الصاروخ الثاني للدفع يعني هو حزب في الواقع كان من المفروض أن يؤدي مهمتين مهمة الانتصال الانتخابي ومهمة البناء الوطني أو إعادة البناء الوطني يقولوا إحنا فأفرغ كل طاقاته في المسألة الانتصال الانتخابي خطر ما تنسي ما تنسي ما تصار فينا قتلوا نطف النقض واغتلوا زعماء وباردو وشوية دهسو الباجي قيد سبسي في جربا وإلى آخره وإحنا الأزلام وإحنا يعني الاتصاليين إلى آخره وبالتالي اتحطت القوة الكلة في ربح الانتخابات والناس اعتبروا أنه ربما الباقي بديه بينما الباقي لم يكن بالبداية المطلوبة كان صعب للغاية وكان يتطلب وحدة ورؤية لم تتوفر عند نيداتونس لم تكن رؤية متوفرة تقول لك عليش ولم تكن واحدة متوفرة زال رجب يقول لك عليش بيه هبش نجيو هبش تقول لي عليش لكن أنا البعض من شخصيات تلك الفترة في الكواليس سيبو جمع عروين يقولولي الحقيقة زادة أنه غاب علينا أنه كانت غاية المرحوم البيجي قيد السبسي الرئاسة بعد وصوله للرئاسة ما عاد أعطى اهتمام بأي شيء هل هذا صحيح؟ نجمه قوله البجي قيد السبسي عنده هاجز دولة مربوط بالرئاسة وربما عنده أقل هاجز حزبي هو بده تكوينه موش حزبي المرحوم المستيع البجي قيد السبسي عنده تكوين أكثر معابر جيبة فرنسر إلى آخر والهاجز هاجز الدولة هاجز نبيل لأنه بعد انهيار الحكم الدولة ما نهرت أما ضعضت وبالتالي استرجاع قوة الدولة بدء بدور البجي قيد سبسي بيدو فكذر صعيب برشا هذا ونجاح انتخابات 2011 ونقول وحنا تونس البلد الوحيد مش فقط اللي انتصر فيه حزب قول وحنا عسراني على حزب يقول بروحه ديني هي البلد الوحيد مصر في حرب أهلية فكتجرب ذيكا كلها رغم مصر مصر في حرب أهلية مصر في عنض قوي وعلى كل تجربة مشيت على روح هذا كله الطابع التونسي بالباج يمتع بكلنا بالنساترة بالتقدومين بالنقابيين باليسار بالديمقراطيين بالنساء بالصحفيين الكله اللي عبدور بش يكون فيه نموذج تونسي خالص يمر هاك العبور الصعبة ذاك ولكن النفس ما مكنش بش تمشيه أكثر هذي نرجع منرجع لأسباب بمتاحها مش نرجعول لأسباب بمتاحها ولكن مش ناخذوا بعض الشخصيات الرمزية اللي كانت مثلا بالنسبة لحكم الباجي قايد سبسي فترة الحكم متاعه ومن تداول معه في الحكم وقت هو كان في رئاسة الجمهورية شكو اللي كانوا معاه في رئاسة الحكومة نحب من عندك سيبه جمعا ريلي بكل تجرد كان ممكن وبموضوعية أنك تقولنا ما لها وما عليها كل من هذه الشخصيات اللي بش نعرضها عليك اللي ساهمت في تجربة الحكم تلك بش نبدأه طبعا أكيد بيه قايد السبسي الباجي قايد سبسي حسيل عباسي مثلا من عام الاتحاد سابقا يقول في مذكرات تونس والفرص المهدور أنه أهدر فرصة كبيرة على تونس ماذا كان للباجي وما عليها بالنسبة لك بوجمعا رميلي شوف عنده حاجتين كبار وشوفوا ما عليها طبعا سمحاتها مشكلة مش نحاول بأكثر ما كتجرد لأنه ما كان له قلنا مساهمته الفعالة والفريدة من نوحة في إنقاء تونس من السقوط في زرديب وكان له من الشجاعة حتى المادية الجسمانية وأنه قف هدوه الشرطة حتى في المكتب متاعه إلى خير حتى تتم حاجة ثانية نقول ونحن جاء قال أنا يا ناصر أنا مني الزعيم أنا ولد بورقيبة وزعيم الوحيد هو بورقيبة وأنا متمسك بالفكر البرقيبة والمكسب البرقيبة معنا ما زادش فيها من عنده وأعتبر الثورة كيسرت أنا في داري هذا ما له هذا ما له ما له البيجي كانت تفكروا الصباح يجيه الغنوشي لعشيه حامل همامي اليوم تخد الصباح تاليوتيكال لعشي تاليوتيتي بيرو محلول يسمعه يتحدث معناها كان عنده القبول على الصعيد الدولي مع الجزائر مع جامعات ليبة المتناحرة فكل أحد ذاك مع الولايات المتحدة مع أوروبا وهذا رأى جانب معطه لأنا ما كتعرف أحنا مليون ومئتين ألف لاجئ وإرهاب تخل علينا دخل ما استقل إلى خلوا ما ما يمكن أن يكون بعد التقييم أن نقول يعني أن يمكن نقول عليه أحنا هو يقول حكم تعليل الانتخابات باش نخدم النهضة باش نشارك نهضة يقول أنا أحنا منقلوش ربحنا أما ما خسرناش في الانتخابات هذا الفكرة على أساس يقول أنت داخل في الانتخابات وانت هذا الضرب ومتاع الزعم العصرانية إلى خريه وانت جاي بقى ثمانين على مئة ومئتين وسبعتاش معنا هذا وعش كنت تتفكروا الباج يمشي للمكتب الجبهة الشعبي وقاب الحم الهمامي وقالوا التحقوا بالحب بالحب أنا مع مجموعة كبيرة منهم سيمو أهم من جبهة الشعبية في فاما إذا كيف نهك ما بناتنا برنامجهم الاقتصادي وبرنامجنا وعلى فكرة قلنا برنامجنا أكثر تقدمي من كبرا وميبا هذاك مش 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 على أساس وأن نتحاور ونتخاتم فيما يمكن وأن نقوم بي مع بعضنا على خطر إما أنت بشتعمل أغلبية نقول وإحنا عسرانية وتتعدى وإلا النداء ومعاها الأحزاب الأخرين الاثنين هذوك في وقتها عندهم صوت أغلبي يعني يا أخو واحد برودة اطلح الحكومة وشنو الخيار كان وقتها الخيار يا أما تعاود الانتخابات لكل والبلد عندها أربع سنين تستنى الإرهاب داخل على الأبواب الناس تستنى في المصالح الاجتماعية والجهوية إلى خيره وإلا تقول يلا نعطي كرسي لنهذا وفيهاش خذاه الكرسي الناذا خذاه في الشغل ووقت اللي هو الشماش ضربت نبو معناها به ووراهو كبدأت الأمور من الأول الشيخ متخبي وورا البيجي ونهذا وورا نيداه والدنيا ماشي الضربة ما جاتش من الناذا ضربة جات من نيداه فهو تحل تخل بعضه ونهار ونهذا ركبت أما ضربة ما جاتش من الناذا سيبادري مش معكم أما الناذا كالقاتك كالركبت قلوا هذه في حكاية النهضة طبعا طبعا لن لا يمكن أن نذكر التجربة مع سيبادري المرحوم وما كان لديها منقض ضعف الله يرحمه ينعمه فيما يخص ولده من نجموش يعني بمسبب لك هذا الثابت أنه كان تأثير كبير حافظ قيد سيبسي أنا مش نجيه لكن قبل ما نجيه أو مثال شاية نجيه حالا لأنه هو من الشخصيات اللي حطيناهم في هذه الصور كما قلت ما نجموش ما نذكروش دور العائلة وتحديدا حافظ قيد سيبسي إلى أي مدى سيد هذا كان عنده هذا الدور بجمع الرميلي شوف أنا شكرا حتى كتبت ولا صرحت ولا موجود قلت إذا كان يوصل الأمر بحزب كانت عنده ما يوسمى بالرئاسات الثلاثة وخرج منتصرا محليا وجهويا وعالميا في الانتخابات إلى خريه أو ندا أو جاء ويتمكن شخصا مهما كان تقيم ذلك شخص من تعطيله فان المشكلة مش في الحزب مش في شخص أما في الحزب يعني كان في نيداتونس من الثغرات الكافية اللي تخلي وأنه شخص مهما كان حافظ ولا غيره ما هوش ماشي كما ينبغين قلوا احنا نجمي أثر فيه سلبين أنا نقول هذا كضعف من نيداتونس مايش قوة من عند حافظ ضعف من نيداتونس مش قوة من حافظ قيد سيبسي ولكن دور لأبيه الرئيس المؤسس موقع وليه كيف أمكن طوى وانت كي تعمل مراجعاتك وبعد هذي السنوات بوجم عرميل كيف أمكن لبيجي قيد سيبسي اللي يكتب هو في مذكراته أنه مشكلة بورقيبة الأساسية كانت الرئاسة مدى الحياة وأنه معرفش وقتش ينصرف وأنه كذا هو بيده يسمح أو يريد لابنه أن يلعب هذا الدور عبر توريثه بطريقة أو بأخرى كيف وصل من هنا إلى هناك بيجي قيد سيبسي بجمع عرميلي شوف مش فكركم أنتو ما تعرفوا أولاد أعلام و تعرفوا مليح أولاد الميديا نقول واحنا نعم تلمعه في وقت ملوقات صارت ضغط كوي على المرحوم بيجي قيد سيبسي في حكاية ولده في طنبك العركة مع يوسف الشاهد إلى آخره قال تلقاه هم سجد لو كان يمشي الزوز ما تكون خسارة لتونس في وقت من الوقات تلمعه جاه الضغط اللي استعرف وأنه ربما الحل هو في سافر الاثنين وحنا وقت طلبت أنا وقت كتبت مقالة وقلت باسم الماء والملح أخجو زوز وخلي الترتاح تونس ما خجوش زوز وهاني تونس كلات نكبة للآخري شو اللي صار اللي صار وأنه اشي قول باجي قسلك جدوله حتى لو جدوله في الاجتماعات على اي اقول أولادي تقولولي ولدك رو عمره خمسين سنة اي حبي قول شو نعمل له معناه معناه عنده سوسيات هو اي 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 اذي حاجة اولا حاجة ثانية نداء تونس والباجي رئيسه وحافظ ولد الباجي رو كيمش للجيهات ولد رئيس هزب جاء وبعد ولد رئيس الجمهورية وزرية جمهورية قذياء المصالح ودرش نيوهات والاخ خرج برد ليه الى خريه واحنا راه كيف كونا نداء تونس اخذنا برشة ساترة تجمعين ساترة وجونا برشة تقدم ديمقراطية الخريه ولكن والحق قال الوزن الثقيل يمهم وبالتالي الوزن الثقيل هذا يمتع الحزب التجمع اخذ برشة دروس من الثورة اما اخذ دروس كل ثم جانا من الدروس هو انه شكون عنده السلطة شكون فيده المفاتيح شكون ينقضي شكون يوصل الى خريه موفاش وبالتالي في وقت ملوقات ربما يمشي حافظ البو يقوله اش بيك انا عندي كل شي نفاتح فيدي اش بيك تعاند فيه علاش هاهم انه يسميلوا الاشخاص في البرلمان في الجهات المسؤوليات ها معي هاهم تاعي وبالتالي ما نحبش نطخ في متاهات متاع عائلة وفلان وفلتان ما نعرفش ما نسلمش ندخل هذي حاجات مش حق روحي ما يقوله ما نعرفش علي ولكن هذا احنا اللي عاشناه وهذا اللي شبناه وهذا اللي قيمناه ونتيجة تعرفوه واضح وصريح بعد شوية مش نكمله مع بقية الشخصيات بوجمعة رميلي زوز شخصيات اللي هما زوز رؤساء الحكومات اللي حكموا زمن الباجي قايد سمسي مش تقول لي ما لهم وما عليهم وحواري بالكبير اليوم مع الأستاذ بوجمعة رميلي القيادي سابق في حركة نيد تونس صاحب التجربة سياسية طويلة اللي بدأها من الحزب الشيوعي التونسي وكيف كيف الخبير في التنمية وجايين نحكي وبعد شوية على موضوع التنمية بوجمعة رميلي اللي أصدر المذكرات تمتعو تغافيخ ساد لفي كومال لانفلوف انترانكيل في دار نيرفانا للنشر من جديد مرحبا بيك سيبو جماعة يعطيك صحة إذن وصلنا في التقييم مازالا في فترة التقييم قبل ما نجيهم بعد لرؤيتك على اللي موجودة فيه تونس اليوم ولكن في مرحلة التقييم التجربة اللي تعديت بها الأساسية اللي كانت في نيدة تونس وتاسيس نيدة تونس جملة من الشخصيات اللي نحكي وعليها في هذه التجربة رئيس الجمهورية المرحوم باجي قيد سبسي حكيتنا على الدور متاع ولده الدور اللي لعبه حافظ قيد سبسي ثم زوز شخصيات أخرى كانوا موجودين في هذا العهد نحبك تعطيني رايك فيهم ما لهم وما عليهم الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأول للبيجي قيد سبسي ما له وما عليه هذا الرجل سيبو جمعة أنت كيف تجبض على رؤوساء الحكومات الزوز يعني سي الحبيب الصيد وسي يوسف الشهد أنت في العقدة الأساسية للمسيرة تعني دا تونس في السلطة وتقييمها وما صارها وكيف تحولت أنت في صلب الموضوع لأنه في الواقع هو بقطع نظر عن تقييم سي الحبيب ويوسف التقييم اللي به الفايد هو الانتقال هذا كلي صار إلى الانتقال من سي الحبيب لوسف الشهد النجم يقول لوسف هو ولد الدولة سيطان كومي دولي تاع هو موظف ما يتخلقه ويخدم في الدولة ولد الدولة مكتع وكلمة هذه ولد الدولة تعطي مواصفات وأخلاقيات إيجابية احتجنا لها ونحتاجو لها كثيرا وعلى خطر أنا أقول تونس ما عندها شنفط ما عندها دولة يعني ما كسبنا من تجربة تعبوا القيبة ابننا دولة قاعدت على كل حال شادة إلى أن بدأ تخريبهم تخريب في نهاية بن علي بتربة لسي وغيره وليت الثورة على أساس فقط في بياننا أحنا بش نصالحوا مع وجه يخي جاش كوني حبي يطيع عن كل يعود يبني من جديد ووزنة إلى ما تهات يعني بيربا لقع الحبيب السيد ولد الدولة وبالتالي كان ملتزما بالقرارات السياسية والتوجهات متع البيجي ومتع نيدي ومتع البرلمان إلى خيره يعني الأساس الموجودة في وقتها ورجل ده مثل أخلاق متواضع طيب ليس له ما عليه بالنسبة ليك ما عملش حاجة سياسيا غاضة أو خايب ما عملش خايب في وقت ووقات قالوا اش بيها الحبيب السيد سيبها موش جيني اقتصادي حبيب السيد عنده له كفاءته نصرف فيها وحتى إذا كان نلزم بش نتطور وإحنا ويتطور معنا لحبيب ونجيبه شيء جديد نعمله معاه يقعد هو لم يقعد لكن هو اللي تقال أنه هو مقعد لأنه لم يقعد المصالح نعود ونرجع طوى متاع اللي كنت تحكين عليها قبل شوية حافظ قاية سيبس ثم منه ثم منه ثم منه الحبيب السيد كما قلت لك أنت يولد الدولة ما يحملش شغل يصار في وقتها وعنده عنده طلبات ومصالح وإلى خيره واعتبره هذا ليس معقول كما يقول وتصرف بما يجب أن يتصرف يعني قصة كالعمالية ذهر لأقال الوزير وبالتالي تصد عن طريقته وفي حدود السلطة لتدخل الحزب في الحكومة لتدخل الحزب في الحكومة تدخله الحزب يدخل في الحكومة على الصالح العام أما إذا كانوا الصالح الخاص لا أدخل بالضبط فساد أما الحزب الحاكم أي حزب حاكم جماعة ماكرون يدخل في الحكومة ماذا يجيوا للصالح الخاص القضية أقذيلي أقذيلي فيما خص يوسف شهد نمشيوا للشخصية الأخيرة فجاء يوسف شهد بما أنه ما عاد شيعجب حبيب سيت جاء يوسف شهد ما لهو ما عليه أطول رئيس حكومة عرفته تونس ما بعد الثورة في المدة الزمنية يوسف شهد رأوا من الشباب التونسي المثقف المكون ثم حتى مشكلة قبل ما يدخل في المعامة هذه ولكن دخوله في المعامة هذه لم يكن بالطريقة الأسلم هو أقع إدخاله لأنه جابوا الماجي يقصد فيه أقع إدخاله في عملية مشبوهة من الأصل وغير موافقة وإحنا عرضنا مجموعة وقت من دائين عرضنا فيما يخص كيفية قلبين الحبيب السيد بالتصويت معاه ستة شهور تالي التصويت ضده بنفس الأسوات ستة شهور تكسيره منترف البرلمان تاعه وهو وإشنا هو الحل مش نعمل شي جديد أو حول يوسف الشهد التراه إحنا أعتبرناها عملية سلبية ويوسف الشهد خلصها من ثاني ومثلث خطرة حتى كيف نقاه صعوبات مع حافظ قيد سبسي ومنقاه شكوين يدفع عليه اللي أنه هو تخلي في عملية مفابركة نسبيا وتقول نجم حتى نرجو عليك تفبركت حتى في قرطاش حتى معلي جتتي حتى معلي فهم البرامج الوطنية التي تعملت في وقتها وليحنا وقتها نقضناهم أعتبرنا برامج فارغة ما ندعطها معنا ودخلفك العملية هذك ووقت اللي شافت نهضة أضعف جبدت لها وقلبت على قيد سبسي وبالتالي كان من المفروض كان من الممكن أن يجي يقول سلباجي أعطيتني مسؤولية خارقة العادة ما كنت نحلم بها وقبلت باش نضحي وإلى خيره لكن حافظ قيد سبسي ما خلنش نخدم تفرض رجعك المسؤولين بتاعك وتصرف موش يعمل فبرك كامل اللي عمل هي وأنه تخلق في تونس ما سمي فكل عادة ذك التنحر بين رأسي السلطة رأسي السلطة الرئيس ورئيس حكومة رئيس حكومة ولا تشاهد مدعوم من النهضة ضد رئيس الجمهورية البيجي قيد سبسي وتمكن من الاستمرار هك تم كان مستمرار في ظروف الظروف سلبية للغاية اللي هي وصلتنا إلى الفشل الانتخابي من 19 وما جاء بعد 19 ليس له أي شي كان يمكن أن يكون لهي كل شي لو كان جاء في ظروف إيجابية من طرفه هو من طرف الحزب من طرف البرلمان من طرف رئيس الجمهورية من طرف الابتعاد على النهضة لأن النهضة خصم موش حليف تمشي أنت تتحارف معه ضد ولو عملت عركة مع حافظ قيد سبسي معليك إلا ترجع الأمان لما لها ماش هي ملكك هي تمشي صرفها كما تحب تمشي تبيح على النهضة تعنب هي كما تحب أنت صرفها هذي كان غلطة أما في الأصل في الأصل شباب محترم خارق العادة عنده كفاءات ولكن لقاء من هذا الانتقال هل يمكن القول من عملية الانتقال صارت بين الصيد والشهد انطلق الانحدار اللي تحكي عليه بجمعة رميلي لينتهي ب اللي بش يصير من بعض من نتائج على المستوى السياسي على مستوى الرأي العام اللي بش ينفر هذه الوجوه السياسية من وقتها بدأت المشاكل لا الحضار قبل شوي لأن الحضار بدأ وقت خرجت في نداة ونصب بعد الانتخابات باللبط نظرية تقول الحزب صفع أمل به الفيدر هو البرلمان والبرلمان وسيد نفسه أولادي أنتم خرجتوا بنيداركم أولادي النداء جابكم النداء حطكم النداء مولكم النداء عونكم النداء لا البرلمان وسيد نفسه وبدأت نوع من الثورة البرلمانية على حزبها وعلى نوفمبر 14 انسلخت مجموعة كاملة نداء 26 جاب 15 النهضة عندها أغلبية بدون انتخابات في البرلمان وبالتالي انقلابات بدأت من قبل والمصار بدأت من قبل هذا كله مصير حزب تكون بعد الثورة وحاول أن ينجح انتخابين ونجح ولكن لم يكن له من رباطة الجائش ومن القوة ومن الهيكلة ومن الصلابة ومن العقيدة التي تمكنه أن يصمد وأن يتقدم وأن يتجوز صعوباته إلى خيره وهذا الفرق ما بين 2011 و1950 هل زمن الباجي قايد سبسي هو فرصة مهدورة على تونس بجمع لا أبدا لا 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 غير صحيح الباجي قايد سبسي كان مقتلك أولا ساعة 11 و12 و13 الانتخابات إلى خيره وإخراج تونس كانوا قبل الوقت كانوا الباجي قايد سبسي هنا في سوكرا الوفود اللي بيجي كل يوم وسباح و20 كان شخصية مقبولة كإيجابية إلى خيره وأنجح الانتخابات تعال نداته حنقبل الناس يقولوا كل مرة نداته يقولوا شكو نداته ممتع الباجي وحزب الباجي قايد سبسي واجمعنا الفرص المهدورة الفرص المهدورة أعمل قلنا قبل نقاط الضعف إلى خيره بصفة جامعية وبصفة خاصة مسؤولية الباجي لم يكتمل المشروع اللي جئنا عليه مشروع كبير شو المشروع بربي خلنا نقوله مرة واحدة المشروع هو أحنا كيف جئنا خاطر أنا أحنا واحد مجموعة أحنا جئنا مثقفين مناظليين كنا ناخد خارج السلطة حطنا بورقيبي وابن علي في الحبس مش مشكلة لكن كنا نعتبره رغم العارك مع بورقيبي وابن علي نعتبره أن أحنا في صلب نظام وطن أحنا الشق الوحيد من يسار يقول هكا رو اليسار لا تدرس كون ولكن يقول شك اليسار الباهي العقليني متاع الحزب شعال تونسي يقول الحزب الدستوري وبرقيبي الناس الوطني أحنا مخالفين في حكاية الديمقراطية مختلفين معه كيف جاءت الثورة طاح الحية متاع الديمقراطية طاح الفرضاوي كنا روحنا مع السيطرة في نفس المشروع الوطني التقدمي الاجتماعي متاع بورقيبة زدناه فقط الديمقراطية المشروع هذا لم يقع التمكن بها كما ينبغي والناس ما أعتبروش له مشروع طويل فيه تور نفس فيه بناء فيه تجميع فيه تختيط لكن زيدا سمحني سيبوا جمعة ما أعتبروكم مجاوبوكم الديمقراطية اللي نحكيو عليها ولي قالوها برشا اليوم هي نوع من ديمقراطية الكناطرية كما أعتبروها يعني الديمقراطية ونتي كنت تحكي يعني الجماعة اللي وصلوا معاكم إلى البرلمان ثم استقلوا ودولوا على رواحهم ثم ربطوا علاقات كل واحد بشكون ربطوا علاقات يعني نوع من هذه الديمقراطية المبتذلة هذه الديمقراطية لا مش حكيك نقطة على الكناطرية أنا مرة في وقت من الوقت خليت مسؤولية مدير تنفيذي متاع نيدا وجاني أعلام على أساسه أنه بش نستقبل وفد الممثل أعلاني لديه تونس في بنغردان أجاوش معهم وصلت عليهم وجد المقاوي وفرحد بيهم وفرحوا بيهم ووضعوا بيهم وعندما تحبين تعرف عليهم سيفولين واساسمك كمها كذا ما شتاخدم بابا كناتر أيوا سيفال تان ما شتاهمك أحبية ما شتاخدم بابا كناتر كنتي قلوا ما شتاخدم ما شتاخدم ما شتاخدم دكو معناها غاديكة الكنترا هي العمل الذي يكون عادي لمن ليس هو عمل اللي مش في الوظيفة ومش محامي ومش مهندس ومش أطبيع وكان بالإمكان ولا يزال بالإمكان وأنه ما يسمى بالكونترا وكان فيها تجارة حرة وكان مشكلت مش مشكلتي معهم الكونترا في حد ذاتها بقدر عقلية الكناتري سيبو جمع يعني بقدر هذه العقلية التي تكون موجودة عند نائب في البرلمان يتعامل بهذه العقلية في وسط البرلمان مش المشكلة في الشأن الاقتصادي شوف لو كان يأخذوا 86 نائب هذو كان فيهم أنواع وأشكال فيهم ناس نضعف تقدمي ديمقراطيين فيهم ناس دساترة حرار فيهم ناس يلوجه في مصالحهم ولا يمكن بالمرة أن نطلق نعتا كاملا ومتكاملا ونلخص به جماعة نتنصر أنه جماعة نتنصر في وقت من اللوقات صار نوع من التدهور الأخلاقي اللي خلوا أنه ناس اللي عنده شوية نزعه بشي يدبر رأسه واللي يدبر في رأسه أكثر بصيفة كبيرة بصيفة كبيرة واضح مواصلين معاك بوجمع عرميلي بعد شوية واحد من الملفات اللي كانت مطروحة زمن لباجي قيد السبسي كرئيس حكومة ثم كرئيس جمهورية وما زالت مطروحة لليوم كذلك نحب نأخو رايك فيها موضوع الفيزا أعداد هامة متوانسة لنظريا مفامة حتى شي يخليهم ما يتحصلوش على الفيزا القاو في الأسابيع الأخيرة صعوبة أصلا بش يتحصلوا مش على الفيزا على موعد وحديث على الترافيك في الموعيد ومبالغ كبيرة ياسر تدفع فقط بش تاخو موعد بش تمشي تصب بالدوسي متاعك موضوع الكواليس معاك أسامة الشوالي جدل حول موعد التأشيرات ورزنامة الشركات الوسيطة مع السفرات اللي مواعيدها بعيدة برجة وصلت حتى الجانفي وفيفري 2023 الحديث على إيقافات صارت في إحدى الشركات هذه بعد ما تم التفطن لتعطيل السيستام وتسكير نففت الموقع الخاص بالرونديفوات بش من بعد يتم فتح المواعيد لوكالات أسفار وفي بقعة ما تستنى لنوفمبر وأكتوبر تنجم في أفريل وماي تريق الباسبورات حرفائها وتاخو أول التواريخ والباقي يعوض عليها ربي كيفاش قادة تصير الأمور حاليا في حكاية موعد الفيزا بقاديش يتباع الرونديفو في النوار وكيفاش تصير عملية حلان الموقع والرزنامة هذا الكل ما نجمو نفهموه كان ما نفهموه السيستام المواعيد داخل الشركات هذه التيالاس اللي أول وجهتها فرنسا البيالاس اللي أول وجهتها اسبانيا الفيافاس اللي أول وجهتها ألمانيا هي تنفسر لكم كيفاش تصير العملية ونظام المواعيد بشكل عام قبل مارس 2022 كان أي شخص يحبي سفر يدخل على موقع الشركات هذه يعمر الفورميلير الخاص بهويته يحط رقم جواز السفر الخاص به اللي بش يحفظ من خلاله هوية الموعد متاعه بش ياخذ كودابار يهزوا معاه نهارة الرونديفو يعطي أوراقه لكل الشركة المعنية ويخلص معلوم الخدمة كامل للشركة وقتها في معدل 330 دينار 380 دينار كان فما خدمة بريميوم وهذا سعر الخدمة أما بعد مارس 2022 الأمور تغيرت ما تبدلتش للأحسن أما صارت نوع من الخوضة جديدة ركزوا معايا مليح إذا نفس الموقع ونفس الإجراءات ونفس الخلاص لكن فما حاجة أخرى تزادت اللي هي سعر الرونديفو لازم يخلص أونليني لازم يخلص بكارتة بنكية وقت اللي بش تقوم بعملية الحجز نعطيكم فكرة صغيرة على أسعار الرونديفوات أما قبل كل شي حسن بالي واحد من أصحاب الشركات المعنية بتسهيل خدمة الفيزا معانا على الخط كان نظام أنه هو مجرد أن تحب تاخذ المواعد تدخل على المنظومة في منظومة مثلا التاليس تسجل البيانات متاعك تلقى قدامك مناية رزنة مثل مواعيد مناول كالواندرية تاخذ المواعد متاعك ثم تمشي تودع مطلب التأشيع وغاديك يقع معلوم المواد وما معلوم البصمة يعني معناها كل المصاريف المتأتي من خدمة التأشيرة بعد مارس 2021 شنو اللي وقع وقع تجسيئة اللي معناها الخلاص التاكلفة إلى معناها أنك انت وقت اللي تاخذ المواعد معناها يلزمك تخلص معناها تخلص معناها مسبقا بشتجم تاخذ المواعد متاعك ثم وقت اللي يتمشي تودع مل طلب التأشير تكمل تخلص معناها المعاليم المتاع البصمة أحنا نقوله وشنو حكاية الخدمة اللي لازمك تخلصها في حكاية الـ 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 شنو حكايتها بالضبط سيحسن لا هو السوم الخدمة كاملة في التأيليس 380 مقسمة لشنو 130 دينار للموعد والآخرين البقية لوقت البصمة معناها اللي هو معناها السعر يتسمى للسفارة معناها 380 دينار مقسمة على سنين 130 دينار متاع الموعد وبقية المبلغ اللي هو معناها الوقت البصمة معناها اللي هو يرجع للسفارة معناها كل في الكل 380 دينار 130 دينار لازم تخلصها باش تاخوه الموعد الخاص بيك اللي هو عبارة على 35 وراء بالنسبة للـ الـ 87 دينار بالنسبة للبياليس لسعار هذي متاع المواعيد لازم تخلصها بكارتة بنكية ولكن لحظة بركة ما كومش باش تخلصوا 130 دينار إذا كان الموعد الموجود باش تلقاوها بعيد برشة و باش يخليكم ما تبعدوا على البرنامج اللي سطرتوه لحظة بلحظة باش تسافروا الوحدة من الوجهات اللي اخترتوه الشي اللي باش يخلي سوم الرونديفو من 130 دينار ينجم يوصل لـ 850 دينار وساعات حتى لـ 1000 دينار أما كيفاش و وين قاعد يتباع وشكون هم محتكرين المواعيد قبل كل شي وقبل الجواب عن الأسلة هذي حمزة خليني نفسر لهم كيفاش بالضبط اتخص موضوع نافذة المواعيد ثناتر خاصة باللي غونديفو مواقع الشركات الوسيطة للخدمة الخاصة بالتاشيرة لهين بها طاقم خاص بالإعلامية وقسم خاص بالمواعيد هما اللي يشرفوا على تواريخ هبوت الرزنمة هافي الكالوندغيي اللي بش تهبط باللابيض ولا باللزرق وتعطيك أناهي التواريخ الفاضية وأناهي اللي فاتتك لهناه البزنس بداع على ما يبدو أصحاب شركات الأسفار أو بعض منهم يتهموا الشركات بسوق نيتها في فتح الرزنامات للتقايق قصيرة رزنامة تتحل في آخر الليل ما تنجم تخلط كانت عمر باسبور متاع كليون ولا حتى زوز على عشرين وخمسة وعشرين حورة فاء أخرين الموقع عارزين أما حتى التوى الاتهام متاحهم يقعد مجرد اهتهام لكن لحديث على مونوبول جديد مونوبول يحكينا عليه رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب نعم هذا موجود هذا الذي سير على العباد ونا عملنا كما قلنا تحريات انتعنا وثبتنا ناس يقضي قضيته كلهم 150 يقضي قضيته برك وذلك يجبنا نفهمه غير لايق بالأخلاقيات وذلك وكالة الأسفار قد يعملوا فيها مش وحدهم ومش زادة فهم بعدت لكن المشكلة وين يجبنا نمشو ألا سورس نمشو للمنبع بش نفهمه أش سير بالضبط علاش وعلاش انت جيها اقترح قولك هو يجي خلص كذا ويجي خود وذلك علاش أنا نطلب بالانفتاح نحيو الدخلاء ونحيو المشاكل لذلك سيد أحمد اقبال الانفتاح هنفسروا المونوبول الخاص لبعض شركات الأسفار اللي يشتبه في ربطها علاقات مع بعض الأعوان داخل الشركات الخاصة بالوساطة اللي خدمت التأشيرة الشي اللي خليها قادرة بش يتدبر مواعيد بين 20 و 30 موعد بسهولة تامة وبنفس السعر اللي حكينا عليه 130 دينار أكا هو صحيح طالب الخدمة بش يتحصل على الموعد الخاص به أما سوم الرونديفو بش يتفكتر بأضعاف الثمن وبش يوصل لـ 850 والألف دينار هكا ولا ياسي حسن بالي كالتلسفار هذية شو اللي قادة تعمل هي قادة أن عوض ما تقدم معنى المواعيد هذيك تستغل في اللي بواج أورغانيزي هي تستغل لأن تبيح معنى دين فاصل انتودي معنى بصورة كل واحد يجي يقول له به أنا نبيع لك المواعد هذي بـ 800 والدينار هذي كان خارج المنظومة ولكن إذا كان دخله في المنظومة معاتش يجم أنه يغيره خاطر هذي أثناء التجربة الصحفية الخاصة بتحقيق كواليس كنا حضرنا على عملية تدبير الرانديفو كيفاش بالضبط مثلا أصحاب وكالات الأسفار بش تريق الأمور الخاصة بطالبية الخدمة متاع التأشيرة اللي ماشيين في ديفوياج أورغانيزي لحظنا معاهم وشوفنا معاهم كيفاش الأمور سعيبة كيفاش الأمور سعيبة إنك تخل تتعمر الفورمولير وتحط الباسبورات وتتحصل على رانديفو من عند الشركات هذه على الأقل جربنا زوز من الشركات اللي ذكرناهم والأمور خلات تشكيات من وكالات الأسفار تشكيات من برشة معاملات قاعدة صايرة في هذا الموضوع والرانديفوات اللي قاعدة تتباع في النوار أما كيفاش قاعدة تتباع واحدة من المواعيد في النوار طريقة يحكين عليها محمد بدون ذكر الهوية متاعه اللي يقول إنه فما هواتف تجيك بعد ما تكلم الشركة المعنية الشركة ذات هي لليه بلد واحد معناها للتأشيرات متاعه يطلبوهم على السنتر دابيل متاعه يقولوا أي مواطن عادي على العسل يقولوا على معناها على موعد للتأشيرة يقولوا ليسا معناها ما نفهماش معناها خمسة دقائق بعد ما يعلق المواطن معناها سأي ما فما حد شي هم شاء روحوا في شيرته يجيه تليفون من بره بنمره فيك سولة نمره برطابل ولا حاجة يقولوا أخوين أنت طلبت الشركة باش تطالب موعد معناها يقولوا إيهو يقولوا أنت كانت حب على موعد هيا تفضل ما رحبا بيك وكل واحد يعطي يصوم وكل يعطي سوق ودلل فمثنين ويلقى لك رهوة ما يعيش زيد فاسرنا بالضبط محمد العلاقات وربطها بين مثلا أعوان الخاصة بفتح الرزنامات واللسيت والسيستام وبين الناس اللي دخلت في خط الصمصرة بتاع المواعيد هذه عندهم خيوطهم وغاديكة في الشركة على حسب معلومات اللي نجمتنا عرف وعندهم خيوطهم وغاديكة في الشركة وضياء وقتلت سمعت الحكاية وفاحت برشة الحكاية هذي وليت أه وليت الصفارة كي تمشي مثلا بيش تاخذ باسبارك ولا تشوب ولا حاجة يخرج لك واحد من الصفارة كريم اللي هو اللي هو اللي هي بال معناك كما يقول واحد من العمال الصفارة يعني الجنسية بتاع الصفارة متاعه مش عاربي يخرجك يقول لك انت يقشريت والموعد هذي بالفلوس وإلا ما نعرش وإلا خلصت قداش خلصت يسرق سؤالي تذوم معناه باش يحب كانت تقول وخلصت كل حكاية هذيك الكل يرفض لك البيزا متاعك كان انت تقول ما تاخذيته عادي موعد متاعي معناها بالهاتف وإلا على الموقع متاعه ولا حاجة يطبع لك ويعطيك التأشير متاعك بللي معناها هي اسفارة تحب تحب تحارب أما الشركة معلبل معناها بالحكاية هذي وذي رئيس الشركة اللي هي أكثر فيها مشاكل حصل برأي معناها تقول انت حكاية المواعيد صراع ما يوفيش على ماراتون طلب موعد الموعد اللي على فكرة تنجم تاخد تأشيرة وتنجم لا تنجم تضيع فوياجك وتنجم تربحه حتى شي ماهو مضمون كان الفلوس مضمونة وتتدفع في أول وقت الماراتون هذا خلى أعدد من ناس تتشك حتى التوى مثلا إذا كان نحكيه على فرنسا وعلى إسبانيا وعلى ألمانيا أقرب المواعيد بشتلقوهم في أكتوبر ونوفمبر 2023 أسبوعين التالي وبعد مبدأ الجدل هذا خلى عدد من المسؤولين الخاصين بالشركات هذه تخرج الأعلام وتحكي على قرارات جديدة لترفيع في عدد المواعيد وتسهيل عملية اقتناءها عبر المواقع والسيتليرزين بشيخفاف وعدة قرارات كانت تحكي عليها هل تزادت الكوتا متاع الرونديفوات ولا الحكاية مجرد ذرين رماد على نار غضب بالتوانسا سيد أحمد بالطيب رئيس الجامعة الوطنية ليوكالات الأسفار أعطينا الجديد في هذا الموضوع المواطن يزمن نظر ببني عليه وخاصة نخليفهم حاجة إشكالية نفهمش عليش بشي تكمل في المنوالة ذاك إذا ما نحطوا النقطة على الأحرف ونحاولوا بشي نفهمه عليش ومنهم ما نزيد نأكد اليوم راهوا نكمل خدمة بالمنوالة ذاك شيقوا ديما موجود الاحتكار ديما موجود إيش نعمل الرقم من ناحية طيبة وخاصة نقلوا المواطن بشي نهار كله ويتنقل ويمشي ويتصفر بالنهار كامل على أرض الواقع أصحاب وكالات الأسفار اللي تقعد حتى للليل واللي حتى واللي تفم خدمة أخرى ديزان بلوية خاصين معناه كل وكالة الأسفار واللي تقوم بانتداب شخص مكلف بالمواعي تعطيه كارت بونكير وهو الي يصر للليل ويستنى الكالندريا وقتش تحل هل بالجماعتين هذوما الإخرانين تبدلت الأمور سيحسن بالي ولا الأمور مجرد أحديث وحبر على الورق قالوا أنه ممكن الأسبوع الجاي مش يحلوا 120 واحد ولكن راهوا هذا كل كلام ما فماش ترفيها في الكوتا سمى جيست سمى ديرانديفو اللي هما معناها قاعدوا ثغرات في الكالندريا قاعدين عبّوا فيهم مبارا لحد اللحظة هذه ما فماش معناها مواعيد بالصفة اللي يحكيوا عليها معناها بالتدفق اللي قالوا يحكيوا عليه دروج مايوفاش حمزة في الحديث عن موضوع المواعيد وموضوع التأشيرات إذا كان تمشي الوكالات الأسفار تقول أنه الرونديفويت المعطلة إذا كان تمشي للشركة المعنية بالوساطة مع أسفار تقول أنه قرار سياسي أكثر منه قرار إداري بيننا نحن كشركة وأنه دوم الرونديفويت اللي تسايبونا وإذا كان تمشي الأسفار تقول أنه هي بش تسايب دروج مايوفاش بش نواصلوا تحقيقنا في هذا الموضوع وخاصة الترفيع في كوتة الرونديفويت وين وسط بالضبط شكراً وساما على هذه التفاصيل بوجمع عرميلي نحب ناخد من عندك تعليق سريع على الإيصائر في المطلق في علاقة بهذا الملف الوجاع عن طعال رأس بالنسبة لبرشة وينسا اللي ميحب شوفها ملف الفيزا والإيصائر من تعامل مع برشة وينسا في المواعيد وإلا في رفض الحصول على الفيزا كيف تنظر إلى هذا الموضوع تدهور خطير في مصالح المواطنين تونسيين لأنه في الأصل هو حقوق إنسان وهي كل إنسان عنده الحق باش يتنقل كيف يحب أنا ماشي في الصنطر في فرنسا ماشي عندي مصحة باش نقضيها وروح على روحي إلى خليه مبدئين شي ما يمنع تونسي باش ياخه فيزا باش يمشي يقضي مصلحته وروح على روح هذه أول حاجة الثانية حاجة وتنرجع المسؤولية متع الدولة التونسية الثانية حاجة ثم مناخ فاسد عنده توا يخدم عنده عام يمكن مناخ متع عنصرية ومتع يمين متطرف ومتع أحزاب انتهازية حاكمة أو معارضة في فرنسا ومتع موزيدات كلامية ومتع مسئلة هذه الهجرة المنظمة وغير المنظمة والإرهاب والحرقة وطاليا والحدود وإلى خلال المواضيع الشائكة هذه وثم صارت اتصالات ما بين تونس وفرنسا واحد وتونس المنظمة باتة بلانش كما يقولون معناه وراتلي عنده سعادات قوية في مخص المعاملات مثلا في قبول الناس المترديم عند فرنس وعطاها كوتا أكثر من المغرب باش يكافؤوها على هذا وبالتالي أنا أقول السيادة التونسية وزاة خارجة التونسية لأهجمورية التونسية تقتضي موقف صارم فيها الحكاية أولا يعاد التأكيد على الحق هذا اللي لا يساهم وثانيا يعني العمل على ردع هل مافيا هذه جديدة ام متاع افتكاك فلوس الناس خطل اسم مغسورين مستعد باشي خلص هو وبالتالي يستشف وينتقموا منهم باشي فكلهم فلوسهم ام اش معناها معناها وينو هتطبيق القانون حكي ويني هلا كلها ونظافها ويني هذي ها هو هاي الدنيا ما تخذ في هالحال هذي بالذات على موزيك فام محبا بكم جزيد في هذي ساعة ثانية من حوارنا بالكبير للجمعة هذه مع الأستاذ بوجمعة رميلي هذي المذكرات متاع بوجمعة رميلي يكتب في التنمية يكتب في الشان الاقتصادي مثل هذا الكتاب اللي يسمو جمع المباثر مساهمة في حل المسألة السياسية كتاب اخذتلكم منه بعد شوية تونوريكم يفسرهم ناسي بوجمعة خرأت خرأت مهمة يعتبرها هو لفهم التنمية في تونس التنمية في الجهات الاخلال في التنمية في الجهات كيفاش نجمو ننظرولو ثم يتحدث بوجمعة رميلي على سبعة إجراءات صادمة يقول كان حب تحب الدولة تخدم على غلاء الأسعار يلزمها تبدأ باتخاذ هذه الإجراءات من جديد مرحبا بيكسي بوجمعة يعتك صحة لكن قبل هذا مواصلين فيما يتعلق بقراءتك لما حصل في تونس نقطة تحكي عليها نجح بورجيبة تقريبا هكا تقول وفشلنا ذكر في كتابك بوجمعة رميلي انو بيجي قايد سبسي كان دي ما يقولكم المقولة متاع اخذينا الاستقلال الاستقلال مرة والاستقلال هو ورقة طوى كل شي بش يبدأ بالرغم من كل النقد اللي نجم يتوجه لبورجيبة تقول انو نجح مع ثلام التوانسة في بناء دولة في بناء ادارة في بناء المدارس في بناء المستشفيات اللي يخلاوا مشروعه ناجح اجمالا دولة الاستقلال كانت في وضع اتعس بكثير من دولة الثورة ولكن دورة الاستقلال نجحت ودورة الثورة لم تنجح عليش بوجمعة رميلي سؤال هم برشا خطرحنا عنا تجم تقول جزء موعيد كبار في تاريخنا هذا الحديث القريب خرجنا الدولة الحويسينية والاستمار عنها 56 والفين وحدش 56 هو التحرير الوطني 2011 هو الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان الاخرية ما هو الاختلاف بين بناتهم يجعلوا أنه الأولا ينجح والثانا يفشل اختلافها مياسر برقيبة عمل حزب جديد عام 34 عام 34 غير المسار القديم ناس بلدية متربيين ويحكيوا مع البي وخلق حزب يتصل مع الشعب ويتكلم لغة الشعب ويحمل هموم الشعب وينسق ويخطط مع الشعب ويقرح حساب كوة الشعب وضعف الشعب وحتى فرنسا خلق حساب لأنه هذا ليس تار ترمبيون يبدلو كما يحب هذا عنده شكون ومع هذا ومع كل فكرة هذه الشعبية تابر جيبا ثم بنا حزب ثم انتشار احنا قبل في سليانا في بلادنا في اللاجبال تلقاه السيد مناظر دستوري فلاح ولكن دستوري مؤمن بالحركة الوطنية يحط الكوارة وتمتع الحزب السوري ويطلع للجبال ويوزحهم يعني الناس عندهم ثيقة عندهم إيمان إلى خير هذا كتكون وذلك زخم كامل مشاه حتى اللي وقع تتويجه طبعا خدمته ظروف عالمية ظروف دولية إلى خير الحرب العالمية ثانية حدارها اللي استعمر التقليدي ظهور أمريكا برقبها استعمل أمريكا برشا استعمل الجامعة العربية في القاهرة استعمل برشا حاجات تكتك ونقولوا احنا تكتك بالقداية ولكن عنده لحمة عنده حزب رغم اللي وقت لي صار قبيل الاستقلال بالضبط صرت لنا محنا شوية ررست لنا يعني يا سلاك الوحلين مع الوصفية ولكن خرجت منها تونس وقت لي خرجت يعني الاندفاع والالتحام والإيمان والوحدة الوطنية في بعدها العميق مشكلة مفارق كانت متوفرة ونقولوا احنا طبعا الحكمة في القرار المسعدي والإصلاح الواحد بالصالح والإصلاح الصناعي إلى خيره رغم الفشل في الفلاح إلى خيره ثم زادا جماعة اللي مع بورقيبة كانوا وقت معها في النضال كانوا جماعة قدعان معنا مش شوية ولا ترايف جماعة كفاءة قوية وروح وطنية عالية جدا ونضالية واستماتها إلى خيره في في 2011 شيء اختلف تمام ناس تونس قاعدين جاتوا مثورة عملوها تونس عملوها تونس عملوا انتفاضة شعبية انتفاضة شعبية آلت إلى ثورة آلت إلى إسقاط نظام دون أن يكون الشعب والبلاد والقوى والأحزاب جاهزة إلى تقبل آآ هذه الثورة من نهرت بدأوا إلى وجوه ثم شكون جاء قال الثورة هذه هي متاع نصف تجربة بورقيبة من ألف حتى اليال ثم قال الثورة هذه باش نعملو بها يسار راديكالي يمسح الليبرالية جملة ثم شكون قال الثورة هذه بايا باش في بوقع بوقع الإقليمية نحط القومية العربية ثم الخلافة الخلاف إلى آخره ثم مجموعة كان نصم فيها وسطية نقول مجموعة وطنية هي لم تحاول ندى تونس يعني فيها وطنين كانوا في الدولة في السلطة وناس كانوا وطنين خارج الدولة والسلطة كيف حالا حنكون في المعارضة ولكن نلتقل هذا معامل محاولة ولكن القوة متاعهم هما الإيجابية والقوة السلبية اللي قاومتهم بجميع أنواع هي وإشكالها ما خلتش هالبني هذي يتم وفشلت هذا هي الأحكام واضح هذا فيما يتعلق بعليش صار الاختلاف ما بين أيام الاستقلال ثم أيام الثورة أنت تعتبر إذا كانت تبع في شوية قراءتك بشوية بشوية بجمعة رميلي تعتبر اليوم الثورة فشلت؟ لا الثورة بعد ما قامت بإنجازات حقوق الإنسان الحريات الحريات متع الأعلام حقوق الإنسان حقوق المرأة يعني بقدر الإمكان ولو الصعوبات ما زالت إنهاء التسلط والإنفراد بالحكم هذه مكاسب يعني خارق العادة ولكن مهددة والثورة متواصلة ربما بأشكال أخرى واضح بعد شوية نمشي إلى اللجراءات الصادمة سبعة يقترحهم بجمعة رميلي في كتابه فيما يتعلق بالأسعار مثلا نموذجا نشوفوهم شنوما بالضبط والموعد متواصل معكم حتى الماضي ساعتين في حوارنا بالكبير مع بجمعة رميلي القيادية السابقة المؤسس في نداء تونس والخبير في الشأن التنموي وعلى هذا الجانب بش نحكيه معاها بجمعة رميلي حاليا سي بجمعة تكتب في كتاب جمع المبعثر صفحة 177 وانتي تحكي على شنو لازم يتعمل لمعالجة جملة من الحاجات اللي يعاني منها الاقتصاد الوطن تحكي مثلا على موضوع زيادة في الأسعار وعلى موضوع إذن الانفلاسيون التذخم تقول فما سبع إجراءات شوكيز ما عملوها الإجراء الصدمة الأول اللي من المطلوب اتخاذه التوقف العاجل لتوريد المواد الاستهلاكية غير الأساسية وكل المواد التي لا يضر توقيف توريدها لا بالإنتاج ولا بالاستثمار ولا بالتصدير أنت متمسك بهذا الإجراء متمسك لأنه كل دولة حتى الدولة متى تونس اللي منصح موقع على قوانين المنظمة الدولية للتجارة عندها الحق لما تعتبر أنه التجارة الخارجية متاحة في انخيرة مضرر بها وباقتصادها أن تتخذ إجراءات وقائية مسموحة لها بها خلث ثامن يقول لك لو كان يخذوا إجراءات تو تويق بوالينة كثير من الشكلين معناها الالتزام بقوانين المنظمة الدولية للتجارة لا تعني تخريب الاقتصاد وبالتالي يمكن يكون فيه إجراء حازم من أجل إيقاف النزيف منتع السلعة أولا الساعة اللي الجودة متاحها مصلح بكل وتساهم في الانخرام مع ميزان التجارة مع تونس الإجراء الثاني الصدمة الثاني تقول يتعلق بالإيقاف الفوري للسياسة النقدية المتوخات من طرف البنك المركزي التي أدت لفتح الباب على مصرعيه للتدهور اللامتناهي والخطير لصرف الدينار شوف صرت حاجة في تونس مباشرة بعد الثورة نعم تحت نصح ربما أوصات دولية ربما فيها البنك الدولي لفهمية إلى خير تقول يا ناس ردوا بالكم راهوا التصرف العصري في الاقتصاد يقتضي وأنو البنك المركزي يخرج من تحت الحكومة اي اي فأعملنا كيك ما كانوش معاكسي ردناه مستقل اي اي ولكن وانت ضب أنو يكون مستقل لا مش هكا اي ثم استقلالية من استقلالية أنت بانك مركزي متاع تونس ما تلجم تستقل على تونس انت في وسط تونس تباح وهمومك همومها ومشاكلها مشاكلك وبالتالي لابد لهاتي الهاتي الاستقلالية يقول لك القيمة متاع دينار خاطر شو يصير مثلا تلقى دولة ماشية حكومة ماشية وعند انتخابات جاية تحب تصيب المصروف باش يدور دولاب مقبلوحنا الى خيره فربما تخلق يعني تطبع الفلوس تطبع الفلوس هي لك مفرط يتطبع وقت يبدأ بنك مركزي بعيد ولكن استقلال البنك المركزي مش فقط اجراء معزول هو في قالب نظرية هذه ما يتوسم بنظرية نقدية لا تيوري مونيتاريست ايش تقول النظرية هذه تقول راهو زي دعليك الاقتصاد راهو مش فقط انتاج ومبادلات الى خيره الاقتصاد راهو نقد وبالتالي عندما تتحكم في النقد متاعك راهو الاقتصاد يمشي شو اللي صار من بين يعني نصايح نظرية هذه يقول لك اللي در التذخم يزمك حاجتين اطلع في التودان تيرين تعلبونك سونترال اطلع في الفايدة سعر الفايدة تعلبونك المركزي اثنين تخلي القيمة متاع دينار حرة حتى اللي يتعادل التصدير والتوريد وقتها التوريدك والتصديرك وليعتي القيمة الحقيقية متاع دينار متاعك نرجع للمقولة اللولة وانتي كيف تطلع في العنصر المديري للبنك المركزي بصفة أوتوماتيكية بصفة آلية معنى تطلع والاسعار تعرفوا ان الناس تبني بكريدي اقل من 12% شكو مزال يبني لك معنى القطاع متاع السكان والبنك لها ضربة مشومة هذا من ناحية ثانية يعني في مخص قيمة الدينار يقول قيل خلي الدينار يتيح باش تصدير متاعك توطلع وكأنه تصديرنا مرتبط كانت بينما تصديرنا يوقف خطر انتاج يوقف خطر ما صنعنا مسكرة خطر امور الاقتصادية متدهورة نظريات المطلق تدبق على واقع غلط يمكن مربوط ببعض وذلك الاجراء الصادم الثالث يجب وضع حد عاجل لسياسة الترفيع المشط في نسب الفائدة اللي يتعامل بها البنك المركزي مع البنوك حيث لم تؤدي هذه السياسة لا فقط الى تفاقم التضخم ولكن ايضا وبالخصوص الى تعطيل الاستثمار خطر اليوم ان يسب الفائدة تاع القروض ولات مشطة للبرتيكولي والشركات ولا انت عندك حاجة اخرى انت يا سيد العارفين وتعرفها وانه شو اللي صار هو مع ما يسمى السغيرة البنك المركزي البنك المركزي ما عايش يسلف الدولة اي بالضبط اي هاي هاي كوميك شوية لحكاية شوالات الدولة تتسلف مع البنوك والبنوك يومي تتسلف من البنك المركز هاي هاي معتها البنوك تاخهم البنك المركزي وبعد الدولة تسلف من عند البنوك والدولة ترجع للبنوك بلا انت ري انت سي حامز انت قاعد في بيروك غاديك اي ملا قاعد في بيروك ما تحركش جيك الدولة تقول لك حاجة بخمس الفين هتفضل ها هم قاد بنك المركزي هو ما يعمل حتى نشاط استثماري او اقتصادي او مجاريع او مخاطرة لخدمة البنوك واجيهم ميزاة بتاع فلوس الاخرية هنان يبناني الاخرية سفريهم بعض يسلفوه للدول بضبط هذا اللي احنا يعني هذا ميزاة بفلوس للبنوك جي من عملية حتي يعني يعني ما تحركش من بيروك راهو الاجراء صدمة الرابع يتمثل في تنظيم تعبئة وطنية وشعبية واعلامية شاملة يساهم فيها المنتجون سواء كانوا فلاحين او صناعيين او تجار منظمين باصنافهم ومستهلكين والدولة والتفريعات الجهوية والمحلية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والامن والجيش والقضاء اشنوه ذي في اتار تنسيقية وطنية للتعبئة والمتابعة غايتها ترشيد الاسعار ومقاومة الغش والاحتكار كيفاش هذا يا الاجراء سواء شوف اراه ما نعطيه قيمة كبيرة الوزارة التجارية اللي حق وزارة سيادة قصوى على خطر المنتوج ما يوصل للمستهلك يشريه في اي حانوت في الشارع ولا يمشي يعني السيرفاس الاخرية الا ما يتعدى بعدة اسلاك تجارية من الديتاين للسمي للغروسيست للاندستريال الاخرية وبكلها يعني اللي هذا يزيد مغير فا فوقها الاخرية و اراه السعر في حد ذاته انت هدايا يسوى الف شكونوا هذا شنوى فيه شنية قيمته شنية جوته شنية مدى يعني الناس ما ثماش اعلام كافي يوجه الناس في مخص ما وراء الاسعار حول ما هي المادة وما وراءها وشنية تكلفتها الاخرية انتي تشوفوا انه في الدول وما نشحتش الدول رغم اللي عندها اعلام رهيب وعندها جمعيات استهلاكية قوية وباقي كل عام كل عام في اي دولة تاخذها كل عام عندهم مفاوضات تقل شهر ثلاثة اربعة في اول عام الحليب كيفاش الاغرد كيفاش اللسيف كيفاش الصابون كيفاش الدونت فريس كيفاش الملابس كيفاش الاحد كيفاش ومعناها كل قلم هذه شيء مواصفات متاعه ياخي اي كرتابة كرتابة هي اي استيل واستيل وهو الاخرية وبالتالي هالفوضة هذية هالغابة ستجانجل كوميرسيال الاخرية هذي يلزمها وقفة وراوهي كلها متاعه وقفة ومتاع انت به انت الدور هو القلم يلعب معناها يلزم وقفة يومية الى خريب المراقبة هذي اذا كان مصير اشتعب او وطنية فيما يخص يعني الاسعار لا سبيل لإيقاف ذات الاسعار طبعا اي برا انت اعمال انت اللي تحب يحسب روحك توقف الاخر البركور اخر الطريق لا ينفع يلزم خدمة على هذا الكل من بين الملاحظات اليومية اليوم زوجتي اعم مشيت في بقعة من البقعة في المنزه رقعت التفاح ب 16 دينار انا اعمال تعديت البقعة اخر تحب رقعته 12 دينار ما زال شنية هذرة هذية شنية الفوضى هذي هذي الفوضى اذا كان نحب نقاومه بالمنجد رجع بلاد هذي كهي الاسعار قالك سيبوا جماع هذي كهو سمتو اي هذي كهو يقولك هذي كهو سمتو فاح وانت خبير واحد تفهم قالك هذي كهو سمتو فاح مش هذيك سمتو فاح لا السم متع اي سلعة كنت فيها عرض فيها طلب وفيها تقويم للسلعة هذيك كيفاش ونيجات ومشات الى خير معنى هذية في كل الادوات معنى روح مثلا تونس عندها في بعض المواد عندها تسعير تسعير يجيو وزارة الصناعة تشوف قداش يتكلف اش فيها مصامرة اش فيها زنك اش فيها كويفر اتتراو معنى هالشي هذي يلزم يسير فيها مجهود خاص لانه الاسعار فوضى فوضى الاجراء الصادم الخامس وعطيونا الشريبة ما يلسيبو جمع الاجراء الصادم الخامس وضع آليات تحكيم وقرار مستقرة وفاعلة لإيجاد الحلول المشتركة لمسائل ضبط الاسعار بمساهمة مختلف المتدخلين وبالأخذ بعين الاعتبار لمصالح مختلف الاطراف المعنية من اجل تفادي ازمات متكررة شملت مواد حساسة كما الحليب كما البيض كما وغير ذلك دونك آليات تحكيم وقرار مستقرة هذي اللي كنت تحكينا على امثلة فيها البرة ايه هذا على خطر انا اخذ الحليب اخذ الاسكالوب اخذ اه اه يجي تلقى فيها مشترك فيها فلاح وصناعي وتاجر ايه جميع الكل يقولوا اراهم المساحات التجارية الكبرى لغرون سيرفاس هما يضغط علينا الكل ايه ينزلوا على الصناعي والصناعي ينزل على الفلاح بضبط بيه انا اخويا انا دولة عندي الصناعيين نحترم حقوقهم التجار كيف كيف وفلاحين كيف كيف ومساهلين كيف كيف نحط الناس كلها حول مائدة حول طاولة الحليبة تكلف لي اه اربعتاش المائل لترا سامحني اعطيني الحسابات قداش قرد قداش عرف مستورد قداش صرفت ماء قداش شريت الارخة ولا الاحجلة ولا البقرة الى اخره الاخر صناعي عندي انا الباكوا ذاك مثلا الحليب عندي الخدامة اتفضل اعطيني اعطيني اكسبر كونتابل معايا طبعا الاخر اعطيني قداش المارج بتاعك هذا من كل تتحط يعني نزيده في تحسين اكثر ما يمكن من الشفافية باش نكثر اكثر ما يمكن لانه هوا عنها مشاكل عويسة اش نعمل طول الحليب عنده برش نلقوش فيه قرار السيطرة اللي هذي يقول انا راني موضام وربما عنده الحق ولكن ما يصير الحق إلا إلا بصيفة مشتركة بصيرة مكشوفة شنو ايمن عادي ترانسبرونس كما تقول بوش معارميل يعني وعليش لا ما نشوفوش باش نبدأ وعارفين بالضبط بالضبط وين فما الخلل دونك هذا الاجراء الصدمة الخامس الاجراء الصدمة السادس اعتماد التدرج في حل الازمات المالية للمؤسسات العمومية وتجنب قرارات كارثية مثل فكرة الزيادة بخمسين في المياه لساعة الكهرباء دفعة واحدة وما يدخل به عدد كبير من مؤسسات الانتاج في صعوبات مالية قصوى التدرج في حل الازمات المالية المؤسسات العمومية شوف هذه عندك ما يسمى في الصيف الاقتصاد الدولي الانضباط إلى أنواع من المقيس يزمك العجز العجز الميزاني 3% يزم عندك 50% دين من الواحد يزم عندك كذا إلى خير هذا في اقتصاد وكان تونس حتى 2010 مع بنا اللي يمتطلوا بها كيف تجي أنت عندك اقتصاد انهار ولم يقوم بعده معني ما تجيش أنت السيد ملوح هو يد في شبيرة وساق معلقة فيها واحد وتقوم اجري قوم اجري عمل الصومتر من زل صحة اللي يتعافى يعني 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 مراعاة الظروف الخاصة متاع اقتصاد تونس الفقر كان يعني خاصة ما وقع طلبه بسيفة مجحفة منطرف اهم ببنك مندار في مخوص صحية عندك دافية ثماني رجعوا لخمسة هيب شوية ترجعوا رجعوا ستة رجعوا خمسة نص رجعوا كذا الى خير هي خليني ساعة نفهم وهذا وقتاش انت تتحور مع الفهمي هك قلت لعندك جبه داخلية قوية متماسكة شادة بعضها ويتيكا ويجي تتي حزاب اعلام رئاسة حكومة برلمان شادة يجي مص ما عندهم يتعدى وديور هون كل كان راه البنك العالمية والإفهمية هما راهم فيهم موظفين هما راهم مجموعة متع دول والإفهمية راهوا مشاركة في تونس هو بيدك يلقى امورك متماسكة ما يدورش بيك راهوا خلوك تفضل اخذ اخذ انا انا ينتبع فيك اما يلقى منين يدخلك يدخلك يعني فيك سبرة والإجراء السابع الاخير كيف هنا نوع من التوعية تحكي عليها بجمع عرميلي الاجراء الصدمة السابع يتمثل في تنظيم تعبئة وطنية وشعبية واعلامية لمتابعة اشتغال دولي بالدولة والإدارة للتصدي للتقاعص والتشهير بعدم الانضباط وعدم تحقيق الاهداف المرسومة لكل مؤسسة عمومية في الأجال وبالجودة والتكلفة المطلوبة وفي المقابل الإشادة بكل مساهمة إيجابية في تحقيق أهداف التنمية المتطورة والعادلة إذا من شهر وبالناس ما تخدمش شوف عندك ثم فكرة دور في البلاد لاذا تكون يدور فيها من هرش عليها تطعن شوية في دور الاتحاد ونقبات والأجور ونعرفوهم كالشركات العمومية نتعال المافيا نعرفوها هذا كلام يعني في في شاتر تكبير ولا استقبع عيوبها تعطيه كل يوم لذوق ونصنات تعطيها لكل يوم كل يوم تلقى كارك تقوم كل يوم تلقى بوليس سيكون في عس لبس عليها وربي يزيدوا في صحته ولا جيش ولكن هذا لا يعني وأنه نرخضوا على نقول وك هاو إز ماو زيدا قال هكالعام قال هالي في حوار معاها سيبو جمعة وقتها وقتها الغنوشي كيقونالو قال ايش به هاوك كي تنزل على الظو الفلسيش على الظو كيتحل السبالة يدور الماء معناها البلاد اللابس عليها معناها انت تقول لنفس شي طيو هانا مادي معنا كار يعني حتى الكار كان تبدأ كوركاسا معناها تمشي بالسيف هاوك المهم معنا كار اذا كان بجمع رميلي راس الغنوش لا يعني خطلك يعني هذي الفكرة بتاكها وبما انو يمشكها وخليه لا حتى لا نسقط لا في هذا الخط او ذاك عنا شركاتنا القومية عنا دولتنا عنا مضيفين سترا يزمن كبسة قوية كبسة قوية انت او او نعطيك انا موضوع حل لهذا انت توا في الادارة شنون مطلوب منك كمدير انت مدير سيدي مدير عام انت توا مطلوب منك لك الانت يجب ان تطبق ما موجود في القانون بينما ثم طريقة اخرى لتصرف الدولة هو بالأهداف انت عندك جامعة اي بش تنجح لي ثمانية في المئة بالطلبة منش اه اه بيان وعش تريبيان الاخيري ودي نعطيك اهداف اه تطلبني في الامكانيات نعطيك المؤيام تاعك اما هذه دولة منعرفش عليها تصرف ومنعرفش عليها تعطيني في الاخر بوات نوار ندخل لها بالمذرق البودية وبعض في الاخر خرجت منه القش وكهو ماش جمع هذا ماش معقول يعني انا ادارة شركة عمومية تطلب حتى تطلب كفاءات تطلب امكانيات تطلب ولكن زادها تعطيني نتائج معنى حتى حد على خطر هو 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 صار تم فكرة عالمية تقول انه هالقطاع المؤمرة وحش وصفق عليكم احنا اللي باري للمشتة مازم نعطيها دعاية ما انا اذا نعطيها اذا بالعكس هون قول لك انا كنحكي وعلي قبل الستينات والسبعينات والثمانينات الدولة بتشعلش عليهم انا كنت نخدم الساعتين متى الصباح ما عندي لا عارف لحد شي ما حسننا على شي وما نخوش بري وميت على الخدمة ونس كولا كيف مانيش واحد هك الثقاف هذيك مشاد هذيك دولتنا هذيك شركاتنا هذيك مصالحنا واضح مجمع الميني الحوار معاك متواصل بعد شوية مش مشيو الى موضوع التنمية الجهوية جملة من الخرائط نحاولو نبسطوهم ونفسروهم اللي يحكي فيهم بجمعة رميلي على طريقة أخرى للنظر الى التنمية في الجهات حوارنا متواصل معظيفي بالنسبة لليوم بجمعة رميلي القيادي سابق في حركة نيدة تونس لأصدار منذ مدة المذكرات متاع وتغافيخ ساد لفي كومالان ولكنه زاد اللي يكتب جملة من المؤلفات حول رأيه في موضوع التنمية الاقتصاد بمن هو الخبير التنموي اللي يخدم على التنمية في أكثر من دولة إفريقية جمع المباثر اسمه هذا هو الكتاب متاع بجمعة رميلي من جديد مرحب بيك سي بجمعة يعطيك صح يا سي ملومي بجمعة رميلي إذن وصلنا إلى هذه المواضيع المقترحات متاعك اللي تقول سعم في موضوع معنا مشكلة في موضوع الأسعار أو موضوع الأسعار كيف يجب أن نتعامل معه الفت انتباهي أنك وضعت جملة من الخرائط في هذا الكتاب حبيت نوريوها للسيدة المستمعين والمتفرجين وفرض وقت أو بش نحكيوهم عليها بش نفسروها لو كان نبدأ بهذه الخريطة الأولى سي بجمعة هاو عنا هذه الخريطة الأولى وماذا بي تفسر هنا المعضلة الأخرى للاقتصاد أنت تقول التنمية في الجهات فأما أربعة محاور أساسية لإحداث التغييرات الكبيرة في الجهات تبدأ بالخريطة هذه خريطة سميتها خريطة طاقة الجاذبية الاقتصادية لمختلف الولايات التونسية شو تبين هذه الخريطة بجمعة رميلي نقول لك تقديم صغيرة ومضع صغيرة التونس بتعرف السقل نجحت في برشة حاجات رغم النواقس في التعليم في الصحة في النقل في التصنيع حتى في الفلاحة في السياحة في النسيج إلى آخر ولكن تونس ما بين ذفرين وحلة الحكاية تنمية الجهوية وقعدنا نكركرو فيها وربما رقيناها في الثورة الأخرانية عليش على خاطر تونس الفلسفة التنموية متاع تونس اللي عملتها من برقيبة وانتي جاي اعتمدت شوية فقط الاستثناء الوحيد في فترة مصالح انبنت على مسألة التسريع والتسريع هذا يقتضي بالنسبة اللي عملوا السياسة الموهيد وانه فيما يخص الجهات نختار الجهات البحرية لاننا عنا شغلة استثمار وتصدير وهالجهات والمدن الكبيرة الموجودة يعني مويتية لهذا الحكاية على اساس انه الجهات الاخرين يتبعوا تقول انتي ثم لوكوموتيف وثم فاقونات اي اخي جماعة الفاقونات استناوا 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 ما جاش تم هابتو 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 يعني كتاخو جهات كم الشمال الغربي وقع يكاد يكون افراق هالديمغرافي سايت يفيد دو سا سبستانس امان الاخرين والداريسين والحسائيين والمفكرين والملاحظين الاخرين حالوا يستمتوا في طرق لفهم هالعمال لقيت انا بحكم تجربة طويلة في الموضوع هذا لقيت طريقة لتفسير هالحكاية هذه لاحظت انه جهة ناجحة على الاخرى مرتبط بحضور او عدم حضور عندها للقطاع الخاص اه دكار اجيت عملت اجيت ثم احسائي عنا رهو معاهد احتسادي احسائية خارق العادة عنا في المعاهد الاحسائي كل عام يحط لك القائمة مفصلة بكل معطياتها لكل المؤسسات تسعمائة مؤسسة خذيتنا فقط اثنين وعشر الف مؤسس اللي عندهم خمسة اجراء فما فوق زعمة مؤسسة موجودة هيا موجودة 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 عنده كونتابلية خلق على كل حالة الوزن الديمغرافي مش كيف اقسامتهم على الوزن الديمغرافي باي اي وعملت كيف النوتاسيون جديدة معناها عملت كيف الترقيم جديد للولايات كل واحدة تستخدم ثم ثمانية ولايات على 24 خذاوة وما فوق المعدل موجودة عملت كلمعدل كان يبروف على 20 ثم ثم 12 الولاية اقل من 25 على 20 عندها اقل من 25 الولاية الولاية عندها على 20 هيا شكوني هيا طلع يا سيدي بوزيد يعني انا وصلت بالترقيم الى اقتفاء اثر ها التنمية الجهوية اللي وصلتها لدارة البيت الى العشقة الى غري فيما يخص التشخيص التشخيص نعرفوه يقول قائل اش لازم به القطاع سي القطاع الخاص يلزم فلسفة جديدة كاملة يلزم من اجل خلق الجاذبية القطاع الخاص يلزم الجهات تتوفر عندها جاذبية خارج على القطاع الخاص بتمكينها من كل ما يسمى بالخدمات الراقية يعني عنده اطروت عنده ونفرسيتي عنده سياحة عنده تيل كبير عنده مركز مصر عنده مركز سينما عنده عنده سياحة بيئية عنده لتخلق انت جو اللي يجي يجي بوليد ويجي بعيد ويجي يعني هالمسلة ذي متاع التهيئة التوربية هي فرانسا تقول خلقتها نوعا ما في فرنسا خلق كتاب اسمه بريز والتصحر والتصحر والصحر الفرنسية صار تخوض تعفو متاع ما ماذا كان التنقر بالنسبة للمعضلة تنقر الامر قلب مغلوب ما معناه ماني 2 تحب اذا كان انت السي تحب ما يتبع هو التونس و السفاق ونابل وحمامات ومستير والعاصمة تترى. يجب ان تحط له شيء اخر يجلبوا يجبدوا. على اقل كانت مش تعملوا في برشة ولايات. نجم تعملوا في عدد من الولايات. في عدد من الولايات. اي هذا اللي مش نتعديوله في الخريطة الثانية مثلا. الخريطة الثانية خريطة مبسطة لملامح التوزيع المجالي اسمها للتأثير والاستقطاب. شوفوا هذه الخريطة الثانية او كانوا يشوفوه فيها سيبوا جمعة. هذه الخريطة اللي انتي هنا ترسم فيها عبارة على اكتاب. يعني البلاد حولتها الى جملة من الاكتاب. شونو تبين هذه الخريطة؟ شوف تبين وانو هو راهو انو مو يسير حول مدن كبرى. معنى يفورو كوناتر. اي 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 ايو اي 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 وبالتالي هالمجموعات هذه معنى ما بدأ شو عنا احنا مدن كبرى عنا تونس سوسمستير سفيكس عنا قيبس عنا قيروان عنا قافسة. اي 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 يعني وهذه كمتاعنا ونحب نقويها وربي يزيدها الخير وربي ينجح. ايه ايه. ايه لازم باش نتلافاو امور اخرى ما زالت اه تباد. نخذك مثلا مسالة القيروين. ايه. كتجي في التصنيف الموجود توا. قيروين تعرفوني حطوها? حطوها في الوسط الغربي. ايه ايه. بينما انت لو كانت تعمل ميريديان هابتك. تعرف شغرافة ميريديان هابتك. من الشمال الى الجنوب. القيروين على الميريديان تاعتروس العاصمة قد قد. بنزرت. 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 بنزرت في الشمال الشرق. الاخيري. وبالتالي ربما يزمنا فلسفة وتصور. جديدة لهذا التوزيع. يتجاوز. مثلا او مش نحكي لك مشكلة مثلا الشمال الغربي. ايه. الشمال الغربي. ايه. ما عندوش عاصمة تلم الكل. هم. هم. على خطر تحت تأثير تونس العاصمة تجلب. هم. اللي حكراه شو بش يعمل بزنس في سليانا. ينادي بتونس. ممشيش لباجة. ايه. والد باجة كيف كيف. والكيف وجندوبة كيف كيف. واذا كنا حبيل عمله قطب. ايش كون مش اختاره. في وقت ملوقات. صار اختيار. جندوبة. ومنها 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 باجة. حتى الحكاية صارت في وقت ثمانية على خير. لذلك ربما التفكير. التفكير ماذا مجرد تفكير. نعم. في بعث مدينة جديدة. تعرفين تنجم تكون. نعم. نعم. كان في دقة. لأن دقة. تلك العاصمة الرومانية القديمة. هي اقرب موقع. من باجة جندوبة كيف سليانا اي نفس الوقت. ربما بالنسبة للوسط الغربي. لو كان قلو القيروان تخوي القيروان تابع ساحش مزال فاهي. لو كان نرجعوا. لسبيبا وصبيتلا. وقصين وسترات. تنجم تكون عاصمة. سيكون في صبيتلا العاصمة البيزنطية القديمة. نرى كيف شك الناس قبل رومان وبيزنطيين. كان يعطيوا قيمة. لداخل التراب التونسي. وللمدن. كما اكثر. كما جامع. كما إلى خيره. ربما احنا. مشينا. خطر ما كتعرف التونسي. اللي بنوها. بوكو دو كورسير. اللي بنوها. معناها يتبروا في روسيا مع البحر. ومعرجات فرنسا تحب تجمد الساعة للمحر إلى خيره. مع البحر. ما زلنا. ما استطبط الناش كما ينبغي. لالتوسي. واضح. الخريطة الأخيرة نجيوها بعد فاصل سريع. خريطة مؤهلات الارتباط الترابي. لمدن ما فوق العشرين ألف ساكن. مهم هذا الكل اللي نقوله فيه. باش نفهمه موضوع التنمية. باش نفهمه زادة الجانب الاقتصادي. لموضوع التنمية كما يقول بجمعة رميلي. ما فماش كان هاو هذوكم يحبوا درشنوة البلاد الفلانية. وذلك يحب الولاية الفلانية. فما تفسيرات ترجع بين التاريخ. البرشة أمور تاريخية. خلت أن الأمور كما هي عليه. خلت أنه عنا ولايات متخلفة جدا في التنمية. وولايات أخرى متقدمة عليها كثيرا. وحوارنا متواصل مع ضيفنا. بالنسبة لليوم. سيبو جمعة رميليا. القيدي السابق في حركة نداء تونس. والخبير في التنمية. وهكم قاعدين ربما تكتشفوا في هالكاسكايت هذه. متاع بو جمعة رميليا. اللي يخدم في كتابه على جملة من الخرائط. متاع تونس اللي بشي يحاولي فنبا. عليش التنمية هي على ما هي عليه. ثم شنوة للنجم نعمله. سيبو جمعة وصلنا إلى هذه الخريطة الثالثة. لتقترحها. لتخدم عليها فيما يتعلق بمعالجة مسألة التنمية. قلت هي خريطة الارتباط الترابي. لمدن ما فوق العشرين ألف ساكن. وتوصل زادة من خلالها إلى أنه فما حاجات لازمها تتعمل بشي نحقه هذا التوازن. هيا خريطة شنوة هذي بو جمعة رميليا. شوف الخريطة هذية تنجم تقول. اللي بصفة عامة. عنا ثلاثة مواقع كبرى. نعرف مصيرها بالجمعة. نعم. يعني مصير العاصم والشمال الشرقي. بشي تربط بشكل أو بآخر بمصير الشمال الغربي. وثمه مسلحة لتكثيف هذا الربط. ويزمي يكون ربط فيه نوع من التفاوض. نعم. معنى أنا بش نعتيك. أنا شمال الغربي بش نعتيك. انتي بش سعتيني. سعتيني بكر. نعم. بالنسبة للقطبة هذا يا أبي. بالنسبة اللي يسمى توا الشمال الشرقي. يعني الساحل والسفاقس. ونجم ونزيدوه قيروان. النجم تقول خاصة بالموقع منتع الجم. اللي هو استراتيجيك ما بين السفاقس والساحل إلى خرئي. بالاندماج اللي ماشي في ثنيته القيروان مع الإشكالية التنموية منتع الساحل يزاري. عنده ما يكفي مقاومات معا تحسينها معا هيكلتها. معا قراءة قراءة حساب. نقرأوا حساب. نقول متطالبات جهة الكرامة القيروان تقول أنا مظلومة. الضبط. ما عنديش خاصة نريف متاحها. موش مدينة إلى خلية. باي. ثم قطب ثالث. راهوا بشي تطور بصيفة كبيرة. مم. هو قطب الجنوب الشرقي. قابس مدينة تطوين جربة إلى خلية. باي. هذيا معناها بشي تطور. أولا ساعة بصيفة بيئية راهوا أكل وكان يسمى صحرة. بشي يولي هو الحل بالطاقة المتجدة جديدة. بشي يولي هو يحل الماء. اثنين هذيك تحب ولا تكره منطقة دفاعية عسكرية. ونحط فيها أكاديميخ شينة. متع روشيرش. متع بحث. متع تكوين. جرانز اوفيسي. إلى خلية. هذيك البوابة متع ليبيا. إلى خلية. هذيك قابس عندها مطار وشمندفير وبرد من طراز رفيع. هذيك وصول صناعات كبرى كيميائية. معنى بالنسبة لك الموقع ذلك. نحط فيها مراكز بحوث. نحط فيها مصحات كبيرة. نحط فيها إلى خلية راهوا مستقبل المتحدة. تبقى عنها مشكلة في قفصة ومحولها كيف اللي نوعا شوية من العزلة. راهوا واقتصار تحت هذا القفصة عام ثمانية. نعم. 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 نعم 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 تهوم ان نعم تهوم الاخرية وراهوا ثم قاوات وثم إمكانيات وثم ما يتعمل لجف المفعلية هي أناكتور تولي. يحب يتفاعل مع الأكتاب التونسي الأخرى من ند لند. ما بيني أنا؟ أعطيني ونعطيك. أنت شو اللي عندك؟ وأنا وأعطيك شعندي؟ الفكرة هذية قاعدنا ديما دولات منفوق توزع للناس. ما توزع لي خيرات. أعطيني نلعب دورا. نحب تعطيني خيرات. أعطيني نلعب دور. ودور دونون دونون. قانيون قانيون إلى آخر. واضح هذه القراءة. مشكور جدا عليها أبو جمعة رميلي القراءة اللي تقدمها في كتابك. القراءة التنموية في الشأن الاقتصادي. حكينا قبلها على موضوع الأسعار. لكن هذا لا ينفي أنه حديثنا على الشأن السياسي. موضوع الاقتصادي ربما اللي منسي منذ سنوات ومهاش حاجة جديدة. مع الشأن السياسي اليوم. جمعة رميلي كيفاش تقرأ تطورات الأوضاع اليوم اللي موجودة في تونس. أنت لي جيب دروحك اللي أنا قلت قبلها ربما الناشط السياسي السابق. لأنك أعلنت على مغادرتك للنشاط السياسي. كيف تتابع ما يحصل في تونس؟ نتبع بشوية تعب كما تؤسل كلنا. علش التعب على خاطر على خاطر عنا ثلاثة حاجات مازلنا ما قدينهمش كما ينبغي. ما زال الاشتغال عليهم مكثف عن حكاية بناء هرم سلطة جديد بعد انهيار 2010 و2011. مشينا للدستور الهربعتاش وبعض ظهرت فيه مشاكل ودستور جديد وما إلى آخره. وكأنه وهنا خطأ وخطأ صار حتى في قبل الهربعتاش وكأن تونس مشكلتها دستير. معناها أو نصوص أو إلخي بينما مشكلتها تونس وقتها ملقاتش لحمة سياسية ثقافية فكرية مجتمعية تتلمى حولها وتنتج نصه وبعد تصلحه. نعم. دستور طاعة فرنسي صلحه 22 مرة من طاعة 58 تاعدو قول. معناها وبقيت وكأن مشكلة السلطة بقية كأنها مشروع متواصل لا ينتهي. نعم. بينما كان مفروض أنه نحطه ونقدمه له. هذه المشكلة أولى. نعم. مشكلة ثانية سياسية. فشلنا في حكاية تكوين الأحزاب. نعم. يعني مش حكايتني داتوز فقط. معناها ما تطلعتش أحزاب. تصبطا كما ينبغي مطلب الثورة. روح حتى تتخرجوا من كلمة كرامة. كرامة الشخص في الحرية. كرامة المجتمع في الديمقراطية. وكرامة البلاد في السيادة. يعني كلمة كرامة تفرع راه. نعم. خلق العادة كلمة كرامة راه. ما خلقناش فكر سياسي جديد مبني على الثورة. يثمنوا مكاسب دولة استقلال. ويتجوزها بالديمقراطية. وكل لسان إلى خرية. الثالثة هي المسألة الاقتصادية والاجتماعية. اللي وحن فيه. على خاطر الشعب يتابعك عام ثمين ثلاثة بعد يقلق راه. لأن الشعب عنده مصالحه اليومية. أولاده عيلته مكنته وشرابه. أكيد. إلى خرية. وإذن زادة بتعملش فيها الشيء الكثير. وإذن عيش بالمناية كمون تقول. لا فقط مجموش أكمل غير مقول كلمة. اللي احنا توا أنا شخصيا كبو جمعة رميلي كمناظر كتقدمي كديمقراطي. عندي انشغال كبير اللي صاير هالا يمات. ما يخصوا أنه اعتقال ناس على أساس عنهم عندهم معاملات. يأمم تع مؤامرة. يأمم تع إرهاب. يأمم تع فساد خارق للعادة. بينما معنا حتى شاي التوا. يا أخي يعطينا حاجة. ولا صحيب الناس. يا ما تعطينا حاجة. ولا صحيب الناس. وبالتالي هل تجد ما يذهب فيه رئيس الجمهورية صحيح اليوم. في مختلف هذه المجالات. ما يذهب فيه قيس سعيد كيف تقيمه. شوف قيس سعيد عنده مشكلة خاصة. وأنه يعتبر روحه من خارج المنظومة. وبالتالي فهو ضد المنظومة. فهو رافض للمنظومة. منظومة حاطة مبورجيبة وانت جاهرة واحد. بالنسبة ليه يجب يعمل شي جديد. فيه الانتخابات القاعدية. وفيه هذيك الشركات الأهلية. وفيها جماعة يشدوهم عندهم فلوس مسروقة. ويصنفوا المعتمديات بالواحد بالواحد. ويبدي يعطيوا فلوس المعتمديات. يا ولدي. ما هي الحكاية؟ التونس عندها مثقفين وجامعين ومهندسين وخبراء. وأحزاب ونقابات وثراء معترف به دوليا. كيفاش تخليه على شيرة وتقول أنا خارج كل منظومة. ما تنجم تنجح كان بالتونسة. وما تقدروح كان بالتونسة. والتونسة عند مطاقات خارق العادة. يا ولدي فعل. يا ولدي أحكي مع الناس. ما تخرج كل يوم كان بمشكلة متعيات وزيات. وأمور سلبية تخلي الناس شادين كروشهم. أخرج لهم بخطاب مفتوح. متفائل. منادي بالحوار. منادي بالتفاعل. حتى حد مهما كان. حتى حد من أجمي جد. الحالة اللي عليها تونسة. مهما كان. كالكي سواء قايص عيد ولا قايص عيد داير. حتى حد. وبالتالي هذا المطلوب أنه نتلفاو أمورنا. ونرجع ونختم صيفة جداية. مشكور جدا بجمعة أرميلي على حضورك معنا اليوم. بجمعة أرميلي تغيخ ساد. لفي كما لان فلوف. وانتخان كيل هي في المذكرة تمتع. وفي دار نشر نيرفانا. شكرا على حضورك. وعلى كل ما أفتنا.